وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 501 من القضايا التموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 109 أطنان وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 23.5 طن وفي مجال عدم الاعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 85.5 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 724 قضية من بينها 189 قضية خبز ناقص الوزن و185 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 11 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 92 طن ترجمة نانسي قنقر